السلام عليكم ورحمة الله، أهلاً وسهلاً بكم بهذا الفيديو، اليوم راح نتكلم عن الريفرنسيز وريفرنسي 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 مقصود بالريفرنس؟ هنا بالبداية أخو مقدمة، وانا person utter a sentence من الواحد يتكلم جملة The speaker uses noun phrase to a point to a person or anything extreme in the external world إذن الشخص لما يتكلم فهو يشير إلى شيء أو إلى شخص أو فد شيء معين فد شيء موجود بالكون This relationship between the noun phrase هذه العلاقة ما بين العبارة الاسمية اللي هي الكلمة قصده And think in the outside the word والشيء اللي موجود بالكون at a time of uttering the word في الوقت الذي أن الشخص يلفظ فيه أو يتكلم ذلك الكلام يسمى رفرنس إذن العلاقة ما بين الشيء، ما بين المتكلم، ليتكلم جملة، والشيء اللي موجود بالكون أثناء الحديث الكلام هذا هو المقصود بالريفرنس إذن الريفرنس هو العنصر أو الكتلة أو أي شيء نسميه أي شيء موجود بالكون العلاقة بين هذا الشيء اللي موجود بالكون والعند اسم هذا ما نسميه بالريفرنس أجعل هاي الجملة My friend came early صديقي جاء مبكراً أو جاء صديقي أو حضر صديقي مبكراً الآن عندي My friend here reference بس The window has been broken الشباك كسر أو كسر الشباك إذن الآن هنا هذا الريفرنس هو The window That three over there That تلك الشجرة هنالك إذن هاي كلها رفرنس The Eximpression My friend window and the three over there هاي كلها رفرنس هاي كلها رفرنس طيب تمام؟ Reference Something that is individual thing in the external world طيب ملاحظة أمام خلينا نأخذ الجمل القادمة الآن لو جاءت عليها الجمل الجمل هذي جون فيزيتد بيتر جون فيزيتد بيتر هذي الآن تحتوي على two reference two references هذي الجملة الآن هذي تحتوي جون واحد و بيتر اثنيين لأنه شيئين لأنه نكتب هنا two references three references طيب الآن they gave حسان gold watch الآن هاي الجملة تحتوي على three three references ليش؟ لأن they و حسان و gold watch صارت ثلاثة فهذي تحتوي على three references ثلاثة أشياء طيب لو جيت على Selma is a nurse Selma هي ممرضة أنا قاعدة أتكلم عن عن سلما هي نفسها إذن هنا عندي one reference nurse has just left أيضا one كلها one reference طبعا ليش one reference لأنه أنا ما عندي شيء آخر أنا قاعدة أتكلم عن سلما سواء هي ممرضة أو شيء يعني لو قايل مثلا لو قايل سلما مثلا visited her brother أو her son أو her uncle إلى آخره إذن الآن سلما كان صارت ثلاثة لأن عندنا سلما وزارت فلان فالآن سلما is a nurse هي نفس الشخص أنا قاعدة أتكلم عن nurse هي سلما نفسها سواء إذا كانت nurse أو شيء أو ما يسستها نفس الشيء هو الإشارة واحدة هنا هذه الجملة تحتوي على reference 1 هذا ما موجود كله بالنسبة لل reference إن شاء الله الموضوع واضح وأي سؤال أو استفساء أتمنى تتركونا بالتعديقات